لكن دلوقتي ما عاد مجز لأهم الأخبار مع هالا شكرا 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 الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلوزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوفيقة مع صربيا والحرص على تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات بما في ذلك مجال الدفاع وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية صربيا بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري والأمني بين البلدين بالإضافة إلى التباحث حول القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك لسيما الأزمة الأوكرانية وتاد وتدعيتها محث وزير الخارجية سامح شكري مع الرئيس التونسي قيس سعيد بالعاصمة التونسية عددا من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في السودان وليبيا فضلا عن قضية الهجراء غير الشرعية وخلال اللقاء جدد شكري دعم مصر لإجراءات وجهود تونس لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلد من جانبه أبد الرئيس قيس سعيد اعتزازه بالدعم الذي تحظى به تونس من مصر في مواجهة كافة التحديات قال وزير الخارجية الأمريكي أنتون بلينكين إنه تحدث مع رئيس النيجر محمد بازوم للتعبير عن استمرار الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي للأزمة الدستورية في بلاده ودعى بلينكين مجددا للإفراج الفوري عن بازوم أسرته وكانت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولند قد التقت المجلس العسكري بالنيجر وأجرت محادثات وصفتها بأنها صعبة أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرتين كانت متجهتين إلى موسكو في وقت تزداد فيه الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسية هذا وأكد الدفاع الجوي الروسي إسقاط المسيرتين واحدة في منطقة دومو ديدوفو والثانية في منطقة طريق مينسك السريع أكدت بريطانيا أنها أبرمت اتفاقا مع تركيا في مسعى لإبطاء تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وذلك من خلال عمليات شرطية مشتركة ضد شبكات المهربين هذا وأكدت الحكومة البريطانية أنها ستدعم مركزا شرطيا تركيا جديدا من شأنه البناء على التعاون القائم في إنفاذ القانون مشيرة إلى أن البيانات الجمركية سيتم تبادلها بشكل أسرع بموجب مذكرة التفاهم الجديدة أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيزور فيتنام قريبا بهدف تغيير العلاقات مع هانوي وسط توترات مع الصين في المنطقة جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن في فعالية جمع تبرعات سياسية في نيو مكسيكو أكد برنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة أنه استأنف توزيع المساعدات الغذائية في أجزاء من منطقة تيجري الإثيوبية بعد توقفه لثلاثة أشهر هذا وعلق برنامج الأغذية العالمية المساعدات الغذائية إلى المنطقة مؤقتا في مايو الماضي بعد تقارير عن تفشي سرقة التبرعات ويحتاج أكثر من 20 مليون شخص إلى مساعدات غذائية في إثيوبيا ويرجع ذلك إلى حد كبير لأسوأ موجة جفاف في القرن الأفريقي منذ عقود والحرب الأهلية التي استمرت عامين في تيجري تأهل المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة إلى الدور الربع النهائي لبطولة العالم تحت 19 عاما بعد فوزه على نظيره الكولمبي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في الدور الثمن النهائي من المسابقة المقامة في الأرجنتين وكان المنتخب الوطني قد أنهى مرحلة المجموعات في المركز الثاني برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة كانت أمام المنتخب الأمريكي متصدر المجموعة انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل